السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة تقسيم الجدول إلى عدة جداول مستقلة في برنامج الورد عندنا هذا المثال لجدول للموظفين يتضمن عمود الرقم الوظيفي وعمود الاسم وعمود المدير وعمود الفرع المطلوب أن نقوم بتقسيم هذا الجدول إلى عدة جداول مستقلة بحيث يكون كل موظفين فرع في جدول لوحدهم الطريقة الإدوية هي أن تقوم بنسخ جموعة مجموعة واتلسقها في مكان آخر الحل الاحترافي هو أن تقوم بوضع المؤشر في المكان الذي تريد أن يتم تقسيم الجدول منه ثم تقوم بالذهاب إلى علامة تبويب تخطيط ومن مجموعة الدمج تقوم بالضغط على تقسيم جدول تلاحظ أنه بشكل تلقائي تم تقسيم الجدول أيضا نريد أن نقوم بتقسيم الجدول من هذا المكان نقوم بوضع المؤشر ثم نذهب إلى تخطيط ثم تقسيم جدول مرة أخرى مثلا الفرع رقم ثلاثة تخطيط ثم تقسيم جدول ثم خمسة تخطيط ثم تقسيم جدول بعد ذلك في حال أردت أن يستمر الترقيم التلقائي تبقيها على حال أما إذا أردت أن يكون لكل جدول ترقيم تلقائي من فصل تقوم بوضع المؤشر في هذا المكان ثم تضغط بالزر أيمن للماوس وتختار إعادة البدء عنده واحد وهنا نفس الشيء إعادة البدء عنده واحد إعادة البدء عنده واحد لوضع رأس الجدول في جميع الجداول المستقلة تقوم بتضليل صف العنوين ثم تضع المؤشر في أول خلية ثم تضغط على تخطيط وإدراج الأعلى ثم تضغط على لصق ثم تقوم بتلوين النص نفس الشيء نقوم بوضع المؤشر في هذا المكان ثم تخطيط ثم إدراج الأعلى ثم تلوين وهكذا أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجماته أيضا و constructor ترجماته اشتركوا في القناة